وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم وفقرتنا الأخيرة مع شباب منظمة اتحاج شبيبة الثورة بفروعة كافة لأطلقوا الحملة الوطنية لدعم الليرة السورية بالمصارف العامة بسائر المحافظات السورية تحت شعار ليرتنا السورية قوتنا بهدف دعم استقرار الاقتصاد الوطني بمواجهة ما تتعرض له من حصار وعقوبات أيضا رح تحكي أكثر عن هذه الحملة التي تشمل كل المحافظات السورية نرحب بلانا زعويط وأحمد قدورة متطوعين أهلا وسهلا فيكم لانا وأحمد صلاح الخير وأهلا وسهلا فيكم رح نبلش معك لانا أول شي خبرونا عن هذه الحملة أيمت بلشيت وكيف أجت الفكرة ببالكم نحن حبينا نشارك بهذه الفعالية لحتى نورجي الناس والعالم كله أنه الاعتماد ما بقى بسعى الدولار نحن عم نعتمد كمان على ليرتنا السورية مثلا بأغلبية الناس عم تعتمد صايرة بسعى الدولار فينا مثلا بتفوتي عن محل تقليلوا أنه ليش سعر القطعة مرتفع هو رح يقلك أنه الدولار مرتفع فنحن ما بصير نعمل هات الشيء نحن لازم نعتمد على ليرتنا السورية لأنه مثل ما قالنا ليرتنا السورية هي قوتنا ومثل ما منعتز نحن بوطننا فينا نعتز بليرتنا السورية لأنه هي رمز الفخر والقوة لوطننا أكيد أحمد أهلا وسهلا فيك يعني أنت مثل لعنا متطوعين أنتو بهاي الحملة اللي هي بتخص الليرا بيأتي حتى شو بيبدأ الثورة خلينا نحكي أنتو بفرعة دمشق العاصمة يلي هو يمكن المركز خلينا نقول لكل المحافظات كيف بتم يمكن التنسيق مع المحافظات الباقية لتقوية هاي الحملة أكتر وأكتر خاصة للمحافظات اللي فيها سياحة يمكن تماما إحنا باتحاد شوية الثورة في عنا مكتب تنمية الإدارة المالية هو المسؤول عن هاي فإحنا بكون عندنا بالتعاون مع قيادات الروابط رح يتم أنه مثل فتح حساب بالمصرف أو شي يؤدي أنه إحنا كمان بالشبيبة إحنا عم ندعم يعني وكمان دور الشباب كان كتير كبير يعني بالترويج كمان لهاي الحملة لأنه هي الحملة مستمرة وسواء كانت في سوريا عفوا إنه بالشام بالعاصمة أو باقي المناطف سواء كانت سياحية أو لا فإحنا بس كان الانطلاق كان من العاصمة لأنه هي تعتبر ركيزة الأساسية يعني ينتمي عليها الوطن الكله نعم الآن رح نرجع لعندك خبرونا نزلتوا على المصارف أنت شو قلتوا للعالم يعني شو هي الخطوات اللازم يسويها اليوم السوري لحتى يدعم ليرتو شو ستقول للعالم تمام هلأ نحن حاولنا نحفز الناس عن طريق نورجيون أنه حملة دعم ليرها السورية حملة مستمرة تمام فالعالم تلقائيا رح تتحفز بس نحكي لعاد الحكي و رح تروح لتحط مبالغ بالمصارف السورية والمبلغ ما ضروري أبدا أنه يكون كبير ممكن نحنا كشباب قادرين ندعم ليرتنا السورية عن طريق لما نشتري أنه أي منتج أو مثلا بخرجياتنا نحن نقدر ندعم ليرتنا السورية تمام لانا وأحمد يعني شغلة كتير حلوة مع مين عم يتم التعاون انتو مع مين عم تنسقوا يعني تعاون هلأ بكون مثل ما التلاث مكتب إدارة الماليين تمام بالاتحاد الشبيب طيب هاي هاي مع حيات المصاري طيب هاي هاي القصة كيف نشرتوها بين العالم يعني كيف وصلت لكل بيت ولكل حدا ماشي بالشارع أنه يدعم الليرا السورية أنه هاي الحملة يشارك فيها أيضا هلأ صار في عندنا مثل توزيع برشورات أو أي شيء بس كمان من الإقبال لما كنا ننزل على الشارع إحنا وحملين مثلا اللافتي مكتوب عليها ليرتنا واللافتات بشكل عامي والترويج الإعلامي كان إلى كتير ممتاز لأنه هي بالنهاية يعني منكم وإليكم يعني شيء لنا راجع أننا إحنا كشاعب سوري لأنه هي ليرتنا أساسنا إحنا شيء اللي انطلق عليها الركائز الأساسية اللي هي الاقتصاب وانطلق عليها الوطن فإحنا لما ندعم الليرا السورية عم ندعم الاقتصاب فبالتالي إحنا عم ندعم الوطن يلي هو الوطن سوريا طب كيف لقيتوا تفاعل الناس مع هاي الحملة وخصوصا بالمصارف لما نزلتوا حكيتوهم وطلبتوا منهم يفتحوا يمكن مبالغ مالية معينة كيف لقيتوا هذا التفاعل من الناس كان فيه إقبال كتير على الحملة مثل يعني بدأ أرجع هي كلها مشكلة مو مشكلة بالعكس هي فيها منعتبر أنه شيء ممتاز أنه كله مطلبة ببعض أنه بالنهاية هي شيء ليرا سورية لنا والليرا السورية هي هويتنا يعني أنا ما بقول أنا أنا بتعامل بالليرا السورية فهي رمز للفخر أنا يعني شيء يستحق أني أعتز فيه فإنه الإنسان لما يشوف أي أي مواطن سوري يعني عندنا بالشام أو أي محافظة يعني فلما يشوف إحنا كشباب أول شيء أو كمواطن إنه إحنا عنا إقبال إنه إحنا بدنا ندعم الليرا السورية إحنا ما بدنا نظن ماشين على شيء اسمه دولار وإلى آخره يعني خاصة بعد هاي الحربية اللي يعنينا تمام لانا يعني أنت صبية صغيرة بعمرك هكي الله يحميكي يا رب هلأ نحن بالصيف فيمكن النشاطات بتكتر النشاطات بتقوى اليوم أنت كيف يمكن عم تحاولي هذا العمل التطوعي أنك أنت تنشري بين شرائح من عمرك بالمجتمع وهلأ صيفية يعني حلول واحد أنه يشارك بدعم وطنه ويشارك بأنه كمان هو بيستفيد المتطوع من أنه قاعد كل الوقت بالبيت ما عم يعمل شيء بالصيف أو عم يعمل شيء بالطعمي مثل ما بيقوله خلينا نحكي عن انتشار التطوع اليوم بين فئة الشباب نحن عملنا كثير من النشاطات مثلا عملنا حملة تبرع بالدم للجيش العربي السوري كمان نحن رحنا على مناطق المتضررة نحن رحنا على سقبة رحنا على دارية رحنا على مناطق الغوطة الشرقية حاولنا نعيد عمار مناطق المتضررة مثل ما قلت الله وكمان هلأ بالصيف نحن عنا معسكرات اللي فيها تدريب عسكري الواحد كيف مثلا إذا تعرض لأي هجوم مثلا الواحد يدافع على حاله وفي عنا كمان غير المعسكرات عنا أنشطة وفعاليات هلأ بيحكي لكم أنا أحمر في عنا خطة عمل كان فيها أنه المكاتب سواء كانت بس الهدف اللي عندنا إحنا باتحاد الشبيب تصوره حاليا بعد سنوات الحرب اللي يعنينا منا أنه الشباب كلها من فئة عمرنا تعرضت لغزيل أدمغة صار أنه فكر متطرف كتير فالفكر اللي عندنا إحنا هلأ بالفعاليات أنه ما يكون هدفنا أنه من الفعالية هو الفعالية كان هدفنا من الفعالية هو أنه إحنا نولج لأقول الشباب سواء كان عندنا مارتون قراءه المصابات الشعرية وأي شيء بس كان أنه الهدف الأكبر والأسمى والأجل لهذه الفعاليات أنه إحنا نقدر نوصل لعقل الشاب السوري ونصححه بعد الخطأ يلي كان ماشي عليه بسنوات الحروب لأنه الشاب يعني بالمناطق المتضرر ما بتعرف شو تعامل مع أي شريحة من النوع التطرفي أو أي شيء حتى بالأماكن اللي ما فيها شيء كان كتير من الشباب ضعب مع تيعرفوا شو يعملوا بحياتهم يكفوا درس يشتغلوا ما في شغل في شغل يعني كتير قصص يمكن العمل التطوع بيقدر يفرغ لك ياهم تماما يعني هاي خطة الاتحاد كانت حاليا أنه إحنا نمشي على العقل والفكر الشباب مشان ما يضيع لأنه هذا الشباب هو اللي بده يحمل الوطن مستقبلا يعني الشباب إذا ما تصلح من هلا أنت صار عندك جيل خربان ما حايفي لك فإحنا من هلا عم نحاول نصلح ونستطيع عن طريق هاي الفعاليات اللي بتهدف للعقول أكتر يعني مثل ما شايفين يعني نتو بي بفترة يمكن بعمر الورود مثل ما بنقول يعني نشاطه حيوية شو اليوم عم تحسوا هاي الفعاليات رفقاتنا عمير غبو فيها ومنظمة شبيب السورة يمكن بحاجة أنه يمكن نتضوى عليها أكتر أو أنه تفعل نشاطات أو معسكرات قبل نحنا خلال الحرب تأثرنا كلنا في نشاطات يمكن كنا نسوية قبل خلال هاي الظروف ما قدرنا نسوية لظروف معينة شو بتحسوا اليوم هاي النشاطات اليوم لازم ترجع تتفعل أو الشباب شو حابين اليوم يخضعوا لنشاطات معينة تعملون هايك رفرش وخصوصا بالصيف نحنا غير النشاطات اللي حكيتها من شوي كمان في عم نجذب الشباب مثلا عاملين ضمن المعسكرات دورات تمريد ودورات تدريب للإعلام حلو عنا غناء وعزف ورقص ونحط نحنا عم نساوي كتير دورات لحتى نجذب الشباب فيها لحتى مثل ما عالت حتى ما يضيع وقتنا ما عم نضوع وقتنا نحنا بالعكس عم نستفاد من وقتنا ضمن هدول المشاطر هاي دورات كيف الشباب بقدروا يفوتوا فيها في تسجيل ولا بتعلنوا عليها بالمدارس كيف نحنا أول شي علمنا فيها بالمدرسة فحكينا فيها واجهنا الطلاب صار يسجلوا عنا وبلشنا لقفية نعم يعني شباب أنتو اليوم شغلكن على أرض الواقع عم يكون كتير حلو بينشر ثقافات عدة رح نرجع ونحكي عن تقوية الليرة السورية بالسوق طب نحنا إذا شفنا حدا يتعامل بالدولار أو بعملة أجنبية نحنا شو نتعامل كشباب أكيد رح تتقابل بالرفض لأنه عندما طلقت على الركيزة الأساسية الليرة السورية فأنت هنا تضر وطنك أشبه بالإرهابي تقريبا لأنه أنت لا تفيد وطنك بشي أنت شو المواطن الذي لا تتعامل بليرته لا تفيدني بشي تقريبا طلعت من المسمى المواطن أنت صرت السكان العادي أي شيء غير مواطن فأنت عندك ليرة السورية لا أعزل فإحنا من خلال هذا طب هون لما نحكي له أنه يقول لك أنت ليرة غبائفة يعني هو كمان حش تبيده فإحنا لما من خلال هذا الدعم وهذا الحملات التي عمسوية للليرة السورية والهدف أنه كانت حملة مستمرة لأنه عملت وقفت هي حملة مستمرة لأنه نبطل عندك ليرة سورية فإحنا تعاملنا رح يكون بالليرة السورية حننهي شيء يمكن كمان دعم المنتجات السورية الوطنية يعني كثير من المعامل رجعت عملة إعادة أعمار ورجعت فتحة من أول وجديد وصار فيه بداعة أهم من البضائع الأجنبية من تشرب السوق كمان وبأسعار مقبولة يعني نوعا ما يعني الأغلب أنه كمان حروب هي وسبع سنين وقتا فكان الموضوع أنه أسباب المتضرع المصانع تسكرت ومعت حتى تشتغل وارتفعت الأسعار فهذا الشيء كان يؤدي أنه نسترع يعني كانت قبل السنوات صارت سوريا بلد اكتفاء ذاتي يبطل لنا يعني صارت دولة مصدرة مو مسترية يعني ما صار عندها استيراد فصارت سنة الحرب صارت رح يكون بالدراب فهون احنا مضطرين انه مبعد عن ليرة سوريا بس حاليا بما انه رجعنا سوريا بخير صارت الحمد لله فإحنا صار عنا يعني رجعت فتحة المصانع وصار عنا كمان ترويج للطاعة السورية بشكل عام وصار فعلنا اقبال عليها واسع يعني قداش حلو اليوم هذا الوعي اللي عندكن بالوعي الاقتصادي اجتماعي يمكن بوضع البلد قداش حلو هاي المبادرات يلي عم تقوم فيها يمكن لدعم الليرة السورية اكيد بنا تشكر كتير ان شاء الله هيك تظلوا بهيدا الحماس وهي القوة دائما على طول شكرا احمد شكرا لانا اهلا وسهلا فيكن وشكرا لكل الشباب المتطوعين يلي ما كون